طيب معنا مدخلة الآن مهمة مع سيد وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي يا فنم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور الله خير يا كريم أهلا بحضرتك يا فنم الأول بحنيك على بعثة رفع الأسقال البعثة الشباب اللي حققوا إنجازات رائعة جدا حققوا عدد كبير من المديليات والنهاردة برضو بعثة منتخب مصر السلاح طبعا فازه طولة أفريقيا وشباب وأجيال طلع في كل الرياضات الفردية بشكل مخطط بشكل يعني معدل لما بعد 2024 و2028 في رياضات مختلفة حياء الوزارة يعني تخطيطها واقترنتجيتها لكن ده مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بصفة خاصة في تطوير الألعاب الفردية اللي كان دايما زمان يعني ألعاب شهيدة ومحدشوا في البيان ودولة كل الألعاب احنا عندنا أبطالنا وعندنا أجيال الحمد لله طلعة بخير من أولادنا تخطيط بشكل كبير من خلال اللجنة العلمية وضع الشباب والرياضة وأسادة وشباب يعني متخصصين مع الاتحادات كل في اتجاه واحد النهاردة كنت بقابل في رفا الأسخال منتخب مطر الناشئين اللي فاز بالمركز الثاني في بطولة العالم في المكسيك وده أول مرة يعني ناخد الرانك دوت في الحية لكن عايز يعني أنا بتكلم كده يعني المرة واحدة دايما قابلت أولادي من الأرض كده ووضحك لولادنا احنا دايما لازم نبط كده في أعلامنا ونفسنا الصورة جميلة يعني احنا وولادنا بعد توقف رفا الأسطال وحرمانها من الأولمبيات ازاي قدرنا ان احنا على الاتحاد المصر بكل شكر لي مع اللاجنة الأولمبية نخرج بسرعة ويكون عندنا محطرين لم نتوقف ولادنا وأجيال من ضمنها برنامج مصر مشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي مشروع مخطط بشكل مكثف علميا اللي بدأ يخرج بوادره في ولادنا اللي خدوا أفريقيا في المصارعة واللي رأفادوا بحر المتوطط كمان في المصارعة وايضا في الملاكمة قطاع الناشئين الكبير الخارج من هذا المشروع من ضمنه النهاردة صلى محمود ورحمة وولادنا الموهودين كلهم خارجين المشروع قومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي المشروع احنا علمنا عنه اكثر او مرات عديدة في بدايته وفي 2018 و2019 احنا عندنا مشروع قومي جديد جدا مشروع بيعتمد على الانتقاء العلمي عندنا 11 لعبة موجودة على مستوى 27 محافظة من التربية والتعليم او المدارس يعني او من مراكز شبابة ويتم انتقاء في مستوى تسيولوجية وكرافات بدنية واستعداد لنوع المهارة او اللعبة وبدأنا نصنف ولادنا دول ومن ضمنهم ولادنا اللي في المشروع ما كنش بلعبه ده هو يعني تم الانتقاء وتم التدريب وبدأ البوادر الحمد لله تخرج الولاد دول بياخدوا رعاية تبضية وبياخدوا راتب من وهو بداية بتحاقه يعني بشكل كدير رعاية تبضية حتى في الجانب التصطيفي والتعليمي احنا موجودين معهم بعد كده بيدخل مشريع تانية اللي هي مشروع البطل فدول ولادنا عشان برضو يعني 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 مبارح او مع النتيجة كويس جدا بس كان في التطرق العام الى ممكن فيديو معين مش دي صورة ولادنا وصورة مصر كان محمود ابننا يعني عنده مكان خاص بيه فبتمرن تدريب دايد وده كان فيديو خاص بيه لكن احنا موفرين اماكن يعني عالية جدا كبيرة جدا مش يعني نزلوا نفسنا في هو ده الشكل او شكل لا احنا مش عادينا نبصوا نفسنا بالشكل اللي هو يعني شكل اقل من الحد اللي احنا عم بيهنه بشكل جدير لكن ده كويس احنا لعب عنده هذا الوازع وبصفة خاصة كمان صحيح ان قد يكون حد من العائلة لي وكان مرتبط لابة رفع الأدخال فعمل ده عنده ده حاجة كويسة حتى ده يعني بيتابع مع الناس اللي بتمرن أو بتمرن اللعب يعني انا عم بكين حابت اوضح دوت وهي محمود ده متعلمه في سنوية عامة كويس وده بنعمل أجيال بتصفة طلابة رفع الأدخال يعني من 1912 ومصر يعني بتخرج أبطال صح رفع الأدخال واحنا بنغير شكل المفاهم في كل حاجة مش خريضة بات انا عجبني يا دكتور أشرف بداية كلام حضرتك بفكرة انه اصبح الأمر ما بقاش ألعاب شهيدة احنا دلوقتي الحمد لله ربنا كريمنا كمصر يعني كبلد انه بقى عندنا في كل الألعاب أبطال تقريبا بقى عندنا في كل الألعاب أشياء مشرفة جدا لدركة ان الناس بدأت تبص على الألعاب الأخرى زيها زي كورت القدم بتبص وتشوف الأبطال دول ويتشرفوا بيهم حتى تشوف ده بشكل بسيط وانا ببسط للناس دايما على السوشيال ميديا تلاقي الناس فرحانة بأبطالهم النهاردة في رفع الأسكال امبارح أبطالهم في التايكون دو وهكذا فده شيء مشرف جدا وشيء رائع جدا ودايما كنت بقول ان الاهتمام بالألعاب ديت هو اللي هيخلي الناس تروح لها لو احنا نفسنا كمسؤولين مش مهتمين بيها طبيعيا الناس مش هتشوفها ومش هتبص لها ومش تهتم بيها الرسالة ان احنا عندنا مشروعات قومية بشكل علمي بنتعاون مع كل المؤسفات الرياضة المطرية وتطويرها الكورة مزاج عام لكل الناس طبيعيا لكن الرياضة المطرية مش كورة بس كورة لها يعني مجالة الدراب بتدير أندية مسؤولين عن تطوير النشاط في النادي بتاع كل واحد أو كل مجلس يعني بما يديره فيه اتحاد كورة فيه ربط المحترفين مظلمة بتدار لما بيكون في المنتخبات بيكون يعني لنا متابعة فيها بما يدير باسم بشكل مصر في تخطيط في عمل اتحاد في رقابتنا لكن احنا مهتمين بشكل شمولي بكل الرياضات مصر اتضافة مية يعني عشرين اتنين وعشرين بالنصد مية تمانية وخمسين بطولة عالم على أرض مصر بداية من يعني أوكسا عشرين تمانتاشر يعني يعني اتضافة مصر بداية من كسر أمم الأفرصية كسر عالم كورة الياد في قلب يعني كوفيد ناينتين والعالم كله متوقف بطولات السلاح بطولات المسالفة احنا هذا الشهر يعني طولة عالم سيرية ترسيل الخلطانة احنا الفترة دي في طولة عالم جائزة كبرى للسلاح هتقام على أرض مصر الجنباز أفريقيا بطولة أفريقيا الكورة الياد الحمدل اللي بقى في حراق كبير جدا اللي بيها بنقول لا نشكك بذاتنا أو ندني مستوى من الأداء أو نشكك الرياضة المطرية بخير الكورة وأداءها يعني نشاهد الرياضة المطرية مع أهمية عظيم جدا